اشتركوا في القناة مثلا الحسين كان إذا خرج لقتال القوم يركب فرسه للجناح وإذا أراد أن يعظ القوم كان يركب الناقع ويعرف القوم أنه ما جاء لكي يقاتل إنما جاء لكي يتحدث معهم لكي يعظهم على ماذا كان يركب الحسين حينما خرج لطفله عبد الله الرضي يطلب الماء أولا كان من أصعب الأمور على الحسين أن يطلب شيئا من أعدائه وما طلب في كربلاء إلا الماء لرضيعه لأن القضية كانت مختلفة طفل على وشك أن يموت عطشا لابد أن يقوم بعمل بفعل لكن الحسين لم يركب لا ذا الجناح ولا الناقع وإنما خرج مسرعا من خيمته جاء لكي يودع نساءه وأولاده فقالت له زينب خذ هذا الطفل الرضيع فقد جف اللبن في محالب أمه منذ ثلاث لم تشرب المرأة ماء ومن ثم فإن الذي يزيد الحليب أو يجعل أو يصنع الحليب في صدر الأم هو الماء جف اللبن في محالب أمه الحسين أخذ طفله وركض إلى الميدان أنت أحيانا ولدك يسقط من عل من الدرج لكن لأن حالته مستعصية وخطيرة تأخذه وتركز أخذ الحسين عبد الله الرضيع وركض إلى القوم وجاء بهم وقال ما قال قال إن هذا الطفل الرضيع جف اللبن في محالب أمه خلوه واسقوه هذا الفعل في الحقيقة بشكل عام أن الخطر حينما يكون مداهما فلابد من السرعة في الأمر لا يجوز لك التواني في هذا الأمر والحسين رأى أن طفله على وشك أن يموت من العطش والحسين حصل على أكبر جائزة حينما قتل ولده الرضيع فقد سمع من السماء من يقول دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجن وأيضا هم ارتكبوا آخر ما استطاعوا أن يرتكبوه وقد شاهد على ذلك ثلاثون ألفا قد يقول قائل لعل هذه القضية أو تلك القضية ليست صحيحا لكن الذي حفظ كربلاء وحوادث كربلاء أولا ثلاثون ألف من الأعداء الذين أخذهم المختار وسأل كل واحد منهم الذي فعلت وما كان دورك في كربلاء وأيضا أهل البيت الذين عاصروا هذا الأمر ما جرى في كربلاء كله حقيقة لا يشكه في شيء من ذلك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر